اللمحة كما قلت لمحة نادرة انه رئيس يحتفي بالرئيس سابق ووزير يحتفي بوزراء سابقين وايضا وجدنا تكريما من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس السابق عدلي منصور وكان بيصحبه في هذه الخطوات التي رأيناها اليوم وفي الحقيقة انا شاركت اليوم في هذا الافتتاح وكانت الفرحة غامرة لدى الجميع مشروع عملاق مشروع ضغط اهو زي ما احنا شايفين الرئيس عبدالفتاح السيسي بيصير ان هو اللي يرفع السيطار اهو والرجل في ادب جم يعني فعلا يلق به وبيتفضل بازاحة السيطار بهذا الشكل في حضور كبار رجال الدولة وبإصرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحة جميلة لمحة نادرة لمحة انا اعتقد انها لم نرى لها يعني لم نراها متكررة او لم انا لم اراها من قبل الحقيقة الا الا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يعني يكرم ويكرم حقيقة المشير حسين تنطاو في اكثر من مناسبة يكرم ويكرم الرئيس عدل منصور في اكثر من مناسبة يكرم ويكرم كل الذين عاملوا معه واعتقد انه توفقوني وانا المح بعض هذه الامور بين السطور دي اسمها محطة عدل منصور اللي احنا كنا فيها النهاردة محطة عدل منصور ومسجد المشير تنطاو ومحور المشير ومحور الفريق العصار ومحور كذا يعني احنا نرى تكريما لأول مرة والناس احياء احنا كنا بنتكلم بنقول هو احنا حرام علينا نكرم الناس وهم احياء يعني حرام علينا او احنا خلاص يعني دائما ما نكرم الناس وهم راحلون نكرمهم بعدما يرحلوا نتذكرهم بعد الرحيل لماذا لا نتذكر الناس وأعمالهم وأفعلهم ونكرمهم ونكرمهم وهم أحياء ليه نحرم القادة ونحرم الناس اللي اشتغلت عايزين نترك للأجيال القادمة صورة ذهنية طيبة انه اللي يشتغل هيكرم واللي يشتغل هيتم يعني ذكره بكل خير كنا نفتقد هذا ونفتقر إلى هذا النهاردة لا وانا بتكلم بشكل عام في أكتر من مناسبة والناس أحياء بيتم تكرمهم وده حاجة عظيمة جدا 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 وحاجة نادرة جدا 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 وأيضا